معارك ما تزال مستمرة بين قوات النظام وفصائل المعارضة فصائل المعارضة كانت قد أطلقت عملية عسكرية واسعة جدا في هذه المحاور في محاور سراقب الغربية وبدأت بالتمهيد ومن ثم تلأت تمهيد المدفعي دخول أعداد كبيرة من مقاتلي الاقتحام الراجلين وبالعربات المصفحة باتجاه مواقع قوات النظام في هذه المحاور كما تشاهدون التمهيد الذي يبدو واسعا جدا ومكثفا جدا بالإضافة أيضا إلى الغارات الجوية من قبل المقاتلات تابعة لسلاح الجو تابعة للنظام التي تكثف من قصفها واسدافها لهذه المحاور تزامنا مع هجوم فصائل المعارضة في هذه المنطقة حتى الآن تبدو العملية العسكرية مستمرة من قبل فصائل المعارضة وأيضا هناك أنباء تفيد بتقدم فصائل المعارضة في هذا المحور وانسحابات متتالية لقوات النظام بعد التمهيد المكثف الذي استهدف تجمعات قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وبالصواريخ أيضا الصواريخ من قبل فصائل المعارضة استهدفت تجمعات قوات النظام في هذا المحور ومن ثم بدأوا بعمليات الاختحام باتجاه هذه المحاور هناك تنفيذات جديدة هناك تصف مدفعي وصاروخي يبدو الأصوات واضحة ويبدو التمهيد حتى الآن مستمر على النقاط الأمامية التي ستتقدم فصائل المعارضة إليها عقبة سيطرتها على النقاط التي تقدمت إليها الآن طبعا كما تشاهدون العملية العسكرية تبدو مستمرة والمعارك تبدو مستمرة أصوات الاشتباكات نسمعها حتى هذه المنطقة والتمهيد من قبل فصائل المعارضة مستمرا على هذه المحاور في محيط مدينة سرقب وفي محيط أيضا بلدة النيرب مصطفى الخلف تلفزيون سوريا ريفودلب اشتركوا في القناة